شباب صدايا اليوم سنحكي عن فكرة جديدة بعنوان Increasing and Decreasing Functions إذا أعرف Function Increasing أو Decreasing بشكل رئيسي سأعتمد على Graph كون أنا أعطيتكم إياها ترى إذا اتجاه الرسمي عم يطلع يكون Function Increasing أما إذا اتجاه اصبعي نزول يكون Function Decreasing هيدا هيدا الجراف مثل ما أنتوا شايفين مجزقة لعدة أجزاء هيدا الجزء الأول نبين أنه نازل ينزول هيدا الجزء الآن هيدا الجزء ثاني الجزء الأول تصفح Decreasing يملكون اتجاه أصبعي نزول تمنع بما أنه نزول يعني fato calorie Decreasing بينما هنا يكفي تلوع لاحظوا اتجاه الحركة يبدأ من هنا ليوصل لهم يعني يطلع تلوع هنا يكفي من هنا ليوصل لهم هنا يبدأ من هذه الجهة ليوصل لهذا الجهة اكيد نزل نزول يعني بهذا الكيس يكون تكفيزينج وصل اخر شي هون فيوصل هالمرة لهون هو يبدأ من هذا الجهة ليوصل لهذا الجهة اكيد يطلع تلوع ساعة نقول عنه تكفيزينج هذه المحطة اللي وصل له بده يكفي لهذا الجهة وهو عم ينتقل من هذه السايف لهذا السايف اكيد رح ينزل نزول ساعة الفونكشن يكون بهذا الكيس دكريزينج فونكشن ولا اسهل منها نزول دكريزينج وتلوع انكريزينج نحن نحكي هلا عن شي اسمه نحن نحكي هلا عن شي اسمه نحن نقرأ ومن خلال بسيط ساعة الفكرة من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال ساعة الفكرة ساعة الفكرة من خلال من خلال مثل ما شايفين عندي رسم موجودة أريد أن أحدث من خلال في هذا الفونكشن ينزل نزول لكي تقريب وبهذا الجزء فونكشن يطلع كمال هاك قلت عنه انكريزينج وقت ما يكون الفونكشن ينزل بعدين يطلع ساعة يكون في عنا نقطة هذه النقطة يا حلمين يشايفين اسمه minimum points انه اي نقطة لازم حدد الاكس تعالتها والي تعالتها كيف يحدد الاكس؟ ارسم خط من هيدا النقطة وبشوف لوان وصل عند الاكس الكس وصل عند النقص الثلاثة مثل ما بدأت خط على الاكس بدأت خط على الواي لأي وصل عند النقص خمسة فاذا بالاكس طلعت نقص ثلاثة والواي نقص خمسة هيدا المينموم بوينت للاقيتها بهذه الجهة إذا انتبهت العشي الفونكشن عم ينزل نزول اما بهذا الجزء الفونكشن عم يطلع تلوق نقطة التحول من الدكريزن للإنكريزن بتعملي شيء اسمه مينموم بوينت فاذا هيدا نقطة التغيير كان واني الفونكشن عم ينزل فجأة صار ثالث دي اختصار كلمة دي كريزن وآي اختصار كلمة انكريزن صارت عندي مينموم بوينت عند هيدا الشزء هيدا المينموم بوينت إذا بيحددها بدي اكس وبدي يولقها إذا لحظتوا انه هيدا النقطة موجودة هون يعني عنده الاكس طول مثل ما شايفين انه هيدا النقطة موجودة على الاكس اكس فالوال ثالثة تحت تكون بتساوي زيرو هكي نحن بنكون تعرفنا على مفهوم المينموم بوينت المينموم بوينت يكون الفونكشن دي كريزن يغير اتجاهه ليصير انكريزن المينموم بوينت عنده اكس وعنده وال من نضخطها الاكس وخطها الوال مثل ما تعرفنا على المينموم بوينت رح نتعرف على شيء اسمه ماكسموم بوينت ماكسموم بوينت it is the turning point of a function from increasing to decreasing خليني وضع هيدا النقطة من خلال اكزام في البسيط هيدا الرسمة موجودة التعلي لاهزوا معي باول جزء انه الفونكشن عمي تلات له عم يكون increasing غير اتجاهه ليصير decreasing هيدا نقطة التحول من increasing ل decreasing ماكسموم بوينت هي اسمه ماكسموم بوينت ماكسموم بوينت ماكسموم بوينت في غيره كمان ماكسموم بوينت طلعوا معي على هيدا الجزء الفونكشن هون عم يطلع تلوه ورجع قفة مصاره نزول ماكلمة في نقطة التغيير من increasing لد decreasing يكون في عنا شي اسمه من ماكسموم بوينت بدي حدد الاكس تعالتها والواي تعالتها كيف بدي حدد الاكس بمدخط من هيدا النقطة عندي الاكس لقيها اجت عند النقص واحد متل ما بدأت خطع الاكس بدي مدخط على الواي لقيها وصلت عند الزائد ثلاثة فقدرنا نلاقي ماكسموم بوينت جديد الاكس تعالتها نقص واحد والواي تعالتها ثلاثة بعدي حلوين في ماكسموم بوينت جديد تعافي جلكم صحيحة هون الفونشنان طلعت له بعدين طلعت له بعدين ثفة نزول كان increasing صار decreasing في نقطة التحول صارت عندي هيدا نقطة التحول هي الماكسموم بوينت بدي فتش على الاكس تعالتها والواي تعالتها بمتخط من هيدا النقطة عند الاكس لقيها وصلت عندي عند الثلاثة وبمتخط من هيدا النقطة عند الواي اكس كما بلاقيها وصلت عند الثلاثة فهون لقينا ثلاثة ماكسموم بوينت 這ه اول نقطة لأي الماكسموم بوينت أطول من فوق الماكسموم بوينت أطول من تحت الآن سأعطيكم سؤال صغير وتشوفوا هل وسط جكرة الماكسيمم بوينت أو الميليمم بوينت هذا السؤال إدامكم حاولوا أن تتلاقوا وين الماكسيمم بوينت وين الميليمم بوينت وقفوا الفيديو الشغية صغيرة ومن بعدها شوفوا الجواب هنا يا حلوين تلخمشن انكريزن بعدين نصار تغير مصوره نزل نزول يعني انكريزن صار تغيرين يعني عندي ماكسيمم بوينت بدي حدد للاكس ثالثة والواي ثالثة بحنا نتخط عند الاكس بلاقي إجان بعد ناقص 2 بشوية زغيرة في نقول ناقص 2 فصلي واحد ومتخط عند الواي بلاقي إجان عند الزائد 2 فهون قدرت لاقي ماكسيمم بوينت حددت للاكس ثالثة والواي ثالثة أما بالجهة الثاني الفونكشن كان عم ينزل فجأة صار عم ينطلع يكون صار في عنا شيء الكريزن شايفين عم ينزل نزول والآي انكريزن عم يطلع كلوا هيدا الشي ينتج عنه نقطة اسمه مينموم قول لاحظوا ماكسيمم عام لشكل جبل والمينمم عام لشكل وادي بدي حدد هلأ يا حلوين بالاكس والواي لحدد الاكس والواي بنتخط من هيدا النقطة عند الاكس لقيها اجت قبل الواحل بنتفي زريري دعني نقول 0.9 كما تخط عند الاكس كما تخط عند الاكس كما تخط عند الاكس نحن لقيها اجت عند الناقس 5 وهذه تكون المينموم فوينت هكا يا حلوين تعرفنا دي معنى انكريزن فونكشن انكريزن فونكشن انكريزن فونكشن ومن خلاله تعرفنا على رؤتان اساسيات لهم المينموم فوين والماكسيمم فوين انشاء الله تكون فنتوا يا حلوين